دلت المجزرة التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات في مدينة الناصرية يوم الخميس الماضي التي راح ضحيتها اكثر من خمسين شهيدا ومئات الجرحى دلت على ان السلطة قواها اعلنت الحرب رسميا على التظاهرات المستمرة منذ الاول من تشرين اول الماضي ضد احزاب العملية السياسية الفاسدة ما جرى في الناصرية في جنوبي العراق تكرر في محافظة النجف في اليوم نفسه فقد سقط 16 شهيدا وتسعمائة جريح برصاص القوات الحكومية والميليشيات عقب احراق القنصلية الايرانية التي يتهمها المتظاهرون بادارة غرفة عمليات القمع والبطش ضدهم هذه التطورات جاءت بالتزامن مع قرار الحكومة تشكيل خلايا ازمة امنية في المحافظات المنتفضة وتسمية قيادات عسكرية على رأسها وهو معتبر سببا رئيسيا وراء تصعيد القمع ضد المتظاهرين مع دفع حكومة عبد المهدي بالمزيد من القوات العسكرية والشرطة الاتحادية الى مدن الجنوب الثائرة فضلا عن تحشيد الميليشيات خاصة في النجف بذريعة تأمين المدينة القديمة التي تضم المراقد الدينية ومنازل ومكاتب المراجع الدينية دموية السلطة مع المتظاهرين دفعت بالعشائر في الجنوب للدخول على خط التظاهرات بعد سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء حيث اكد عدد من شيوخ هذه العشائر انهم لن يصمتوا بعد اليوم على هذه المذابح التي ترتكب ضد ابنائهم المتظاهرين رئيس الحكومة وبعد خراب البصرة اضطر الى اعلان استقالته استجابة لما قال انها نصائح المرجعية وليس لمطالب المتظاهرين التي اريقت دماؤهم في الشهرين الماضيين من عمر انتفاضة تشرين وفي ردود الفعل الدولية على هذا التصعيد ضد التظاهرات عبرت الامم المتحدة عن قلقها البالغ من هذا التصعيد والعنف الحكومي ضد التظاهرات كما دانت الحكومة الكندية هذه المجازر التي تقوم بها الحكومة في العراق